أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هناك سؤال يطرح نفسه ما هدفنا في هذه الحياة وما الذي يجب علينا أن نسعى إليه إن الإنسان الحكيم العاقل حينما يفكر في الجواب عن هذا السؤال عليه أن ينظر في آيات الله سبحانه وتعالى وفي توجهات النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يجيب إجابة صحيحة تنفعه في حياته في دنياه وبعد مماته في آخرته الله سبحانه وتعالى يقول وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ إذن خلقنا من أجل العبادة ومن أجل عمارة هذا الكون ثم ما الذي سيحدث بعد ذلك ما الأثر؟ ما النتيجة؟ النتيجة هي رضى الله سبحانه وتعالى عن الإنسان ودخول الجنة رضى الله سبحانه وتعالى عن الإنسان إنما يكون بطاعة الله سبحانه وتعالى والتزام شرعه عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وأداء ما افترضه الله عز وجل والانتهاء عما نهى الله عنهم وأما دخول الجنة فهو نتيجة هذه الطاعة ومن مفردات وسائل دخول الجنة ما وضحه النبي صلى الله عليه وسلم من توجيه للأمة وهو أول توجيه بعد هجرته صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة أخرج الإمام الترمذي في سننه عن عبد الله بن سلام قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة إن جفل الناس ليروه عليه الصلاة والسلام وقيل قدم رسول الله يقول عبد الله فذهبت أو فخرجت مع الناس حتى أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فنظرت إلى وجهه فعرفت أنه ليس بوجه كذاب وكان مما قال وهو أول شيء قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هجرته أو عند وصوله إلى المدينة أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام وأطعموا الطعام تدخل الجنة بسلام أربعة أشياء ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بداية التوجيه النبوي بعد الهجرة أيها الناس أفشوا السلام أطعموا الطعام صلوا الأرحام صلوا بالليل والناس نيام ما الأثر ما النتيجة تدخل الجنة بسلام إذن هناك وسائل يلجأ إليها الإنسان ويحققها من أجل أن يصل إلى المقصد فالوسيلة هي الأفعال التي أفعلها الإنسان والمقصد هو رضى الله سبحانه وتعالى عن الإنسان والذي يأتي من ورائه دخول الجنة بقضاء الله وقدره وعفوه ورحمته بخلقه أيها الناس أفشوا السلام إفشاء السلام ليس قاصرا على أن أقول السلام عليكم ورحمة الله هذا يعني في حقيقته إفشاء ظاهري فقط لكن المعنى الحقيقي هو أن يكون هناك سلام نفسي سلام قلبي سلام داخلي لا أن ألقي السلام على شخص وبعد أن أتجاوزه بعدد من الأمطار إذ بي أحقد عليه وأتحدث عنه بما يليق هذا ليس إفشاء سلام هذا حدث فيه إلقاء لصيغة السلام فقط لكن أين الإفشاء؟ إفشاء السلام أن يكون هناك اتزان نفسي أن يكون هناك سلام قلبي ألا أحمل لغيري حقدا ولا غلا ولا كراهية ولا ضغينة عندئذ يتحقق إفشاء السلام أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام طعام الطعام ليس رياءا طعام الطعام إنما هو لرد الله سبحانه وتعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءا ولا شكورا صلة الأرحام حتى وإن قطع الرحم حتى وإن قطعت فالإنسان عليه أن يكون واصلا ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها وصلوا بالليل والناس نيام قيام الليل الصلاة بالليل التي هي سر بين العبد وبين ربه تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاءا بما كانوا يعملون إذن أيها المشاهد الكريم إذا أردت الوصول إلى رضى الله سبحانه وتعالى إذا أردت الوصول إلى جنة عرضها السماوات والأرض فقدم لها المقدمة هي طاعة الله سبحانه وتعالى من مفردات هذه الطاعة إفشاء السلام صلة الأرحام إطعام الطعام الصلاة بالليل والناس نيام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا برضاه وأن يمن علينا بدخول جنته إنه سبحانه وتعالى بعباده رؤوف رحيم إلى لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر